بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة عقدت ورشة العمل التشاورية بشأن التنمية المستدامة في جامعة البحرين حيث تم خلال الورشة تبادل الحوار والنقاش ما بين المشاركين من أجل تسليض الضوء على عدد من النقاط الأساسية التي سيركز عليها التقرير من الجانب الأكاديمي سلسلة من الورش التشاورية لإبراز جهود مختلف مؤسسات مملكة البحرين بالقطاعين العام والخاص بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والسلطة التشريعية والأكاديميين والجهات الداعمة لملف المرأة والشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وموائمتها مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية وفقاً لبرنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين وبما ينسجم مع المنهجيات الدولية لإعداد الاستعراضات الوطنية الطوعية ومن ضمن هذه الورش تأتي ورشة الأكاديميين والمهتمين بشأن التنمية المستدامة ليشكل هذا الاجتماع منصة متقدمة يتولى المشاركون فيها العمل على طرح المزيد من الأفكار والمقترحات ليتضمنها التقرير الطوعي شاركنا اليوم في ورشة العمل الخاصة بالأكاديميين لتقديم تغرير الطوعي الثاني لمملكة البحرين في شهر يوليو القادم في نيويورك في مقر الأمم المتحدة هناك تقسمت إلى ورش عمل تكلمنا عن الحياة الكربوني وأيضاً مجال الابتكار والبحث الألمي والبحوث يشار إلى أنه سيتم تقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثاني خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في مدينة نيويورك بشهر يوليو من هذا العام بعنوان تسريع وطيرة التعافي من جائحة فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة لعام عشرين ثلاثين خولة لكرينيس لماكز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر